هذا المكان العظيم والرائع لما تقعب بقى تفرج العالم عليه وتعمل مهرجان من يوم اللي هو بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى بقى اللي هو 13 سبعة لحد يوم 26 تمانية تقعب تفرج العالم على هذه المدينة العالمية بكل المقييس وبكل ما تحمله من كلمة ومعنى وهذه المدينة والمهرجان العالمي أنا بقولك عالمي من دلوقتي ده لو العالم كله ما تكلمش عليه أبقى أنا أي كلام في كلام تشايف مهرجان هيتعامل في الحيطة دي كلها بكرة هتبقى الدورة الأولى تسامع الجملة بقولك بكرة تبدأ الدورة الأولى يعني إن شاء الله التانية والتالتة والربعة والعشرة والعشرين والمية وهكذا بإذن الله إلى يوم الدين وتدوم مصر إلى يوم الدين بعون الله سبحانه وتعالى فأنت بقى تفرج العالم على اللي أنت عملته بعرقك وبشقاك وبأديك وبعقلك وبمخك وبعدين كمان بتفرجهم في إطار مهرجان كبير وعظيم ورائع فيه كل ما يمكن أن تشتهيه النفس الإنسانية من كل ما هو جميل ورائع مهرجان بيعمل ما تستطيع وصفه بالنقل الحضارية بل وأيضا النقل الحضاري للثقافة المصرية والتراث المصري والفن المصري والإدارة المصرية هنا بقى مش بكلمك بقى على الإدارة السياسية لا إدارة هذا المهرجان هذا المهرجان بيدار عن طريق مجموعة من أهم وأفضل وأزكى وأقوى العقول في المنطقة بالكامل من أول أصغرهم سنًا شاب صغير فني لا أكبرهم سنًا من المسؤولين عن هذا المهرجان أكبر مهرجان طرفيهي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية أنا بقولك الكلام ده خد بالك لو ركزت لنا ولا المخرج عايزين نطلعني على الشاشة ليه؟ لأن اللي انت شايفه قدامك أهم مليون تلاتين مرة من إنك تشوف الموزيق أنا عايزك تشوف تشوف اللي حصل في بلدك ده بأديك ده بعرقك وبشقاك وبعقلك وبفنك وبزكاءك مهرجان هيشهدوا مليون زائر من فين يا يوسف المليون زائر دون؟ من كل حتة في الدنيا 44 يوم ترفيه ورياضة وموسيقى وعروض أزياء لأكبر بيوتات الأزياء العالمية تجديف كرة قدم شاطئية ترياثالون مواكب سيارات فارهة بادل طبعا تعرفت على البادل مؤخراً اللي هو يعني اللي هو جوة بلعب الإزياز بس مش سكواش يعمل زي التانس حاجة زي التانس على راكد على تانس ده اللي أنا مش عارفه حاجة لطيفة جداً رياضة لطيفة جداً 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 بالمناسبة ايه تاني يا ربي آه جاتسكي وتحديات الجاتسكي بقى والتشالنجز وحاجات لطيفة جداً حفلات غنائية لفنانين مصريين وعرب ودوليين لا 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 تعالى عندنا والله العظيم يا تعالى عندنا مين يعرف يعمل زينا محدش مصر هي أرض الفن والفنون والثقافة والغناء والموسيقى والترفيه والرياضة انت عندك كل حاجة وربنا سبحانه وتعالى أتم عليك كمان نعمته بالعقول كل التفاصيل دي بقى عرضتها إدارة مهرجان العالمين الجديدة خلال المؤتمر الصحفي اللي اتعامل امبارح في الميدان الشمالي نورث سكوار في مدينة العالمين الجديدة حضور بقى على المستوى الحكومي على الشخصيات العامة كبار رجال الأعمال والمستثمرين كبار ممثلي وسائل الإعلام المختلفة ترجمة نانسي قنقر